تتحصن مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود بمثل هذه الحواجز عجلات مطاطية وأيضا مختلف التحصينات متاريس وغيرها من التحصينات الأخرى التي يحاول بها الجيش الأوكراني والمتطوعون يحاولون استباق أو تفادي سيناريو آخر وقع في مدن أوكرانية أخرى لم تكن مستعدة للحرب أو للاجتياح الروسي الذي فاجأها في الأيام الأولى للحرب يبدو أن مدينة أوديسا ربما استوعبت الدرس وتحاول بما تبقى من إمكانيات للجيش الأوكراني استباق أي محاولات ربما اقتحام لهذه المدينة من قبل القوات الروسية إن سواء برا من جهة ميكولاييف الجبهة المشتعلة هناك أو من الواجهة البحرية التي تطل على المدينة ومخاوف من إنزال بحري على هذه المدينة إنزال برمائي على هذه المدينة من قبل القوات الروسية التي ترابض في البحر أو في عرض البحر الأسود عدة قطع بحرية يمكن مشاهدتها من بعيد من الواجهة البحرية مرابضة هناك ربما أيضا ستساهم أو ستشارك في عمليات قصف المدينة وتحييد الدفاعات المتواجدة بهذه المدينة قبل تنفيذ أي محاولة من قبل القوات الخاصة محاولة إنزال على سواحل هذه المدينة المهمة الاستراتيجية التي تجنبت القوات الروسية لحد الآن دخولها نظرا لأنها تحتوي على تحصينات دفاعات جوية خاصة على الواجهة البحرية وفي شمال المدينة أيضا الآن الحياة متوقفة هنا كما تشاهدون المحلات مغلقة كل المحلات مغلقة وغيرها من المرافق الأخرى في هذه المدينة التي تنطلق بها صفارات الإنذار من حين لآخر للتحذير ربما من غارات قد تشن على هذه المدينة أو لتحليق الطائرات في أجواء هذه المدينة ذهابا إلى ميكولاييف التي تجريبها معارك عنيفة بين القوات الروسية والجيش الأوكراني من مدينة أوديسا صابر أيوب العربي جنوب أوكرانيا